نقطة تانية مهمة جدا يمكن بعيد شوية عن التاكتيك بعيد شوية عن الفنيات لكن نتكلم على صورة الصورة اللي يمكن اكتر من رائعة من اخراج تريفزيوني اكتر من رائع من خلال اليورو 2020 قد ايه كانت الصورة رائعة وتجسد هذا الابداع يمكن فيه اللقطة اللي مبارح يمكن نزول احد المشجعين لارض الملعب ويمكن مخرج المباراة في هذه اللقطة مرحش بالكاميرا وقعد يبص على هذا المشجع اللي نزل لكن كانت الصورة على ردود افعال اللاعبين على اللقطة دي بصراحة حتى بعض المزعين كانوا بيقولوا احنا مش عارفين المباراة وقفت ليه خلينا نتكلم بكل امانة ده يعني ده شيء احترافي من الدرجة الاولى من الدرجة الاولى لان المخرج كان جزء كبير جدا جدا من هذا التنظيم الرائع وخلي بالكو الصورة الصورة دي بفلوس يا جماعة لما بنشوف الصورة في اليورو 2020 قد ايه المخرج ومخرجين المباراة الابداع في التصوير الابداع في اعادة اللقطة الابداع في قبل المباراة الابداع في كل شيء اعتقد دي كمان دي نحية تسويئية كبيرة جدا جدا لكن نيجي على نحية الاحترافية بنشوف مخرج المباراة بارح ما جابش صورة خالص الراجل اللي نزل الملعب وجري علشان ما يبوص كمان النهائي رغم التنظيم الرائع مش عايز يعني كمان يكون فيه اي غلطة صغيرة وبالتالي كان شيء اكتر من رائع من هذا المخرج وتحية كل طبعا القائمين على تنظيم هذه البطولة الكبيرة ويا ريت يا ريت يا رب نتعلم ان احنا ازاي ننظم حتى بطولاتنا على مستوى عالي قادرين اه لكن يمكن دايما بنبص للأفضل وللأحسن